السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم على فرج العوضي ورحبا بكم بعد ما اعطيت فترة كبيرة جدا واني لم نزلش فيديوات عن تهكير التابلت النهاردة اجاب لكم طريقة تهكير تابلت السنوية العامة القديم مش الجديد بس الترى دي جايبا من الاخر كنت نزلت فيديو قبل كده اللي هو تهكير التابلت بالكمبيوتر والطلاب رأى النظام خالص بس الترى النهاردة اتحكروه وانت برده اتحكروه النظام عشان لحبيت تدخل برده النظام ولا كده ما يحصل لك مشاكل طبعا الترى ديت مش بتاعتين ترى معايز احمد هو الالعلاف في القناة يعني وكده فهيستملك الرابط الى القناة في الوصف مش عاوض بس كلام كتير لو انت تلت سنة وخلصت وبيت في الكلية اسمع فيديو التابلت بتاعك من المنظومة خالص لو انت لسه في قولة تانية تالتة اسمع الفيديو ده ويعمل الترى ديت علشان الترى ديت هي ديت اللي هتفيدك في اللي جاي يعني معايز احمد هينزل لسه فيديوهات جاي انت ديت خلاص هكرت الترى ديت فانت بعد هكرت الترى ديت الفيديوهات الجاي بقى هي ديت اللي هتشتغل على الترى بتاعتك ويتخلي التابلت كأنه في النظام بالضبط تدخل بالمتحاين مجر بحدي فيشك ولا الكلام ده كله فمش عشان انا مش عاوض ذلك كتير ولا كده اسمع الفيديو النهائي عشان ترف تعملها هي ترى سهلة بسطة جدا ومش تحتك الكمبيوتر ولا اي حاج خاص اه اصبكوا بقى مع الفيديو يلا بنعال التابلت اهلا بكم مرة تاني عالتابلت اه طبعا كده هندخل نعمل نعمل نمط يعني وكده تمام هنعمل نمط وبعد كده تمت وهنجا عندي ضبط الكفل الامن نأكد النمط وده ده مش تقامل تفعلها فانت هتفعله وبعد كده تجو عندي الحماية وهتجو عندي العداد الامن والناس يعني بص ما تجد ضغطينه هتلاقي المتمافق ان اختفى تمام فده حلاء ايه؟ ده حلاء انك تقسم الشاشة كده بالمنظر ده الناس اللي يعني الاول كان فعل بس تقسم الشاشة هنجا عندي المزات المتقدمة وإطارات متعددة ونفعل اتنين ده تمام وبعد كده نجا عندي الحماية تاني وندخل على العداد الامن ونقسم الشاشة كده نفتح ايه تطبيق عادي وننزل ده كده تمام وهنجا بس عند امكانيات الوصول والمهارات والتفاعل ونفعل قيمة المساعدة تمام اللي اظهرت هنا هتجيبوها تفتحوا تاني الحماية اعداد الامن وهتجد تحطوه هنا كده جنب النقطة ده بالزبط تمام بصوا بقى انت هتعملوا هتومتوا جايين بادي كل اتنين انا هتستخدموا ده كل اتنين في الحتة دي صابح هنا كده بس نطلع من الاول هتجو تنزلوا ده كده تمام وبعد هتجو عند الامن وموافق تمام وبعد هتشترك هتشترك كل صابعكم بقى ومرة احد هتجو عند العلامة اللي هناك ديت بس انتو طبعا تصدرونتو كل اتنين فنكملنا بصوره كيف مش عارف اعمله فانا ممكن دلوقات اجيبلكم اي فيديو من على اليوتيوب يعني من الزومة او كده فانتو تشوفوا الحتة دي بالزبط عنده تمام ايه مش هتجمع لان انا بصور بيدي التاني فسوانا بس اجيبلكم فيديو اسمعوه اجيب تلك فيديوه يا جماعة من على اليوتيوب لصديقي معايز احمد اه تمام ايه من نفس الترى اللي عملتلكه بس بيديل اتنين تمام او لما يسيب بقى جامل تكا عند العلامة اللي هتحطيتها على طول وان شاء الله يدفع بصوره عمل هنا النمط باتجاه احنا كنا احنا عملينه نمط وعمله اتجاه يعني البصور ده عمله بالاتجاه وانا كنتم صار فيديو قبل كده ان شاء الله هدورلوك على وحطوكم في الفيديو نشان تعرف تعملوه احسن بعد يا جماعة ما عملتها هيت طبعا ايه الطرق سهلي جدا بس اه اه ان يفاهم مني حول بس اعملوها كده وانتروا ايه وعملوها اكتر مرة لان انا مشتجي معك من اول مرة اوكي فانجي بقى ايه نعمل دابط مصنع عادي بقى للتابلة تاني غلط اه تلات مرة والكلام ده كله فا اه يعني هعمل دابط مصنع وارجعلك تاني وبعد ما اجيب فتح يا جماعة هنقلي بقى اللغة العربة عادية الطرق العادية وموافق وبعد كنجي عند بدء واندخل شبكتنا عادي موافق هنا كده واندخل الشبكة بتاعتنا سونا ادخلها واجهلكم وبعد ما دخلت الشبكة كده كده جماعة هتضغط على الشبكة برضو تمام دغط المطابلة كده وادارة ضبط الشبكة عرض خيارات متقدمة هنيجي عند التفويض هنخلي التكون التلقائي تمام هنيجي عند عنوان اه هناك بقى لازم ايه نكتب الرابط ده صح نكتب نقطتين ويعلمتين سلاش تمام بعد كده www.youtube.com تمام وبعد كده حفظ بس يا جماعة احنا نخليها اتش تي تي بي بس تمام هم مش هنحط الاس وبعد كده بعد ما نعمل حفظ انا هنيجي في الواي فاي ونفتحه تاني تمام وبعد كده الشبكة بتتوصل ايه تبقى للجارة التوصيل وهيمجي مدخلنا على اليوتيوب فاحنا نجي عند التلات نقط دول وفتح في متصفح تمام هنلاقي فتح جوجل بعد ما نفتح جوجل تمام هنعمل بدء التذكر لوحيقا تمام تمام بعد كده هندخل على القناة بتاعتنا على اليوتيوب هنحش على القناة بتاعتنا قاعد يفرج العوضي وهندخل على الزرقة لا التكن تمام طبعا هتدخل على الفيديو اللي انتو بتسمعودي الوقت مش الفيديو الاديه انا حضرت بس الرابط في الفيديو الاديه مش ده الفيديو ده تمام هندخل على الوصف تمام وهنا بقول لك رابط تطبيق الباكت جديد دي سيبل و هندخل بس على الاول واحد ده دلوقتي و ننزله من الميديا فاير تمام ننزله كم ميديا فاير للتطبيق ده و ندلو الصلاحيات تنزيل و لاجر تنزيل تحت وقت وبعد كده نعمل فتح الملف والعددات والسماح و نرجع وتسبيق بعد كننجي عندي تام طيب احنا دلات بقى نعوز ايه نعوز ندخل على الضبط هنرجعتنا على القناة تمام و هندخل على الدخول على الضبط من هنا يعني انا كاتب لكم ايه الدخول على الضبط من هنا هنضبط علي هيفتح لكم الصفحة ديه طبعا احنا نعمل النمط بس الاول كده من سيت سكرين لوك شي هيفتح لكم البتاع ده هنعمل النمط و يلزم رسم ناقش و متابعة طبعا هنترسم النمط اللي انت عاوزين و متابعة و نعم موافق و حسن ثم نجي عند سيتنج A B نضغط عليها هيفتح لك الضبط بالطرقة دي ثم نجي عند الحماية و هنجي عند العداد الامن و طبعا هنتفعلها هيا هنجي عند شاشة الكفل و ضبط الكفل الامن و انفعل دي تمام ثم نجي عند الحماية ثاني و ضبط اخر للحماية تطبعات مسئول الجهاز و هنددوله الصلاحية تفعي تمام و بعد كبه نرجع و ندخل الطابرة النظام تحديد و كم بقم بقم و ذهhow و تحديد و تحديد و ياضح و تدخل الاختراف على السبود وعلى السبود وفتح لك ده من البدء. بتيجي تمام هنا موافق. لحد ما تلاقي التابلت فتح بالطرقة دي. تمام? تجيب نطلع برقة. وطبعا احنا نوقف كل الحاجة اللي بتنزل لنا مش محتاجة دلوقتي. تمام? وبعد نفتح الطبي اللي احنا ننزلينه. حد ما لك اكتملت عاملات المصدقة لترخص نقص بنجاة. تمام? والله فتح كده. هنيجي نبحث عن نقص. هنيكتب كي ان. اهو. تمام? هنيجي نعمل كليير داتا. كليير داتا. اهي. تمام? هو يقول لك ايه? نوت صبورت دي. جاب لي نشيش يا جماعة بقول لك ايه? اه تم رغاء كفل جهازك عند حملة مش نفعودي اعمل حسنا. سبك منه دلوقتي. تمام? انهم يا جماعة انت لو ملقاتوش النوكس بس انما تجي تبحث عنه ملقاتوش النوكس هتيجوا عندي تلات نقط دون. وهتعملو ايه هتضغط عليه تمام? هتلاقي نوكس تظهر لكم. هنفتح بقى نوكس. وزي ما قلت لكم كليير داتا. هتلاقي لك ايه نوت صبورتي. تطلع. تدخل على النوكس وتشوفوا اه عمل كليير ولا لا. ملاتوش عمل كده كليير يبقى تمسح التطباط ديت كده. ونفتح البرنامج تاني. ونبحث على النوكس. تمام اهو. هنيجي نعمل كليير داتا. تمنعك ساس لما نكفز التطبيق. تيجي تطلع. تيجي تفتحه. هتلاقي اعمل بالمنظر ده ومعادش متسجل. تيجي عند الشعار بتاع نوكس اللي فيه ده تضغط على كتير كده. هتفتح الصفح ده هتمنتك ايه? تكتب اي حاجة. وبعد كده. تمام? وبعد كده ايه? تطلع بره بقى تلاقي تطباط بالمنظر ده. تطباط بتنزل بالمنظر ده. وده احسن طرقة نزلة لحد دلوقتي. تمام? طبعا زي ما تركوه الطرقة بتاعت معازة احمد فروح وشتركه في القناة بتاعته. بس كده. وتسوقوا بقى بتاعكو ده بقى لحد اعمل امتحانات لحد بنزلوكو طرقة بقى زي ايه? تعملوا التابلت ايه زي زي ما انت بتكون في النظام بالضبط. تمام? محادش العفوه عشان ما ايه? ما يحصلش مشاكل. طبعا يا جماعة بحتة كانت ستقول لكم عليها. انتو لو حبيت ترجعوا النظام وخايفين او كده. لو حبيت ترجعوا النظام ايه? هتعملوا ايه? كل عليك هتوجه عند نوكس. تضغطوا عليه كده وتعملوا لغاء التثبيت. طبعا هنا مش متفعالة فهتدخلهم على الضبط وتجيبوا التطبيقات وتدخلوا من جوة تعملوا الغاء تثبيت من جوة من الضبط. تمام? فحص عن نوكس هنا وتعملوا له الغاء تثبيت. تمام? يعني مسلا جيتوا عند النوكس وعملتم الغاء التثبيت. تعملوا الغاء التثبيت لو هو عمل موافق وكده ولغى التثبيت. تمام? هم جاي جايب لك جار التنزيل ام دم تاني وهيدخل لك النظام. لو مارداش يتمسح في كل اللي عليك بس انك هتدخل على الحماية. وضبط اخر للحماية. تطبيقات مسئول الجهاز والنوكس طلعه هوا متفعل فانت تلغى تفعال. وبعد كده تلغى تثبيت. اوكي? بس كده. بس كده كنو سنوات الفيديو بتاعنا اتمنى اكون اعجبكم وتنسوشوا اللايك وشير وسابسكرايب. سلام.